في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر تم عزل منطقة القدس وخصوصا القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية وهذا من خلال فرض حواجز عسكرية والحواجز التابتة التي أدت إلى منع وصول المرضى الفلسطينيين إلى الخدمات التخصصية في مستشفيات القدس الشرقية ومنها مستشفى سان جون للعيون طبعا مستشفى سان جون للعيون مستمر في تقديم خدماته بشكل كامل للمرضى القادمين من القدس الشرقية والضفة الغربية وبما يخص الصعوبات التي تواجه مرضانا في الضفة الغربية يعمل المستشفى سان جون جاهدا على تنصيق عبورهم من أجل الوصول للخدمة في القدس من خلال التنصيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في الأشهر الأولى من الحرب نخفضت نسبة المرضى المواصلين للعيادات الخارجية بنسبة 42% ونخفضت بشكل كبير خدمات الجراحية بنسبة تصل إلى أكتر من 68% في آخر شهرين يعني شهر واحد وشهر اثنين لاحظنا بعض التحسن في عدد وصول المرضى للخدمة مما يعني أنه كان هناك فيه تسهيلات بعد التسهيلات ملاحظة للمرضى اللي هم بحاجة لعلاجات طارئة ملاحظة للمشاهدة اشتركوا في القناة